من السنهار الماضي ساعتين مع إيمان المداحي لطفي العماري وإبراهيم الوسلاتي على راديو ماد ميدي ماد الخبر الصحيح والكلمة حرة ماضي ساعة وعشرة دقائق أهلا وسهلا ومرحبا بكل من انتحق بنا في الاستماع نستقبل توتسويت ذيفنا في الانترفيو سعادة جدا بالاستقبل وسيد محمود بن مبروك النتق الرسمي باسم مسار 25 جولي مرحبا سي مبروك شكرا على قبل الدعوة خلينا نحكيه شوية في الأوف نقول اليوم أنا سألتك في الأوف سي محمود قلت لك الأمور والماشية صراحة لأنه اليوم فما جدل كبير بخصوص حقيقة الوضعية الاقتصادية اللي يشوف الكالندريين تاع البيموم تاع الديت في جانفيو في فريبارك لحقيقة خاصة بالعملة الصعبة بش تكون مكبوسة لمنعش نموقفكم مثلا من قانون المالية انت عارب وعشرين قاعد يتعدى في هاتي الأثناء تحت قبل برلمان ويمكن المواقف كنت عبرتوا عليه من خلال مجموعة من النواب اللي يمثلوكم سي محمود مع الشكر على الاستدافة في حاجة الأمر الأمور ما نجيبش نجاوبك أنا يقولك ويماشي يعني بالضبط باعتبارة ذا ما جاي لاني المسار تم مسؤولي يشرفه على الدولة ما تمش يعني حزب المسار بصورة يعني يعني ما يقيم المسار ما ما يشي قيم هو بشي قيم المسار المسار كما ينقض دي ثمان حاجات وينقض حاجات نحن تعرف انت الوضعية المالية والوضعية الاقتصادية لوسط الهالبنات خاصة في السنوات الأخيرة كانت تنتيجة يعني وضعية سابقة للأسف يعني للطبقة السيسية اللي حكمت رانا ما نجمو جزتا ننكره كون يعني تونس خلصت فوق ثمانية بالمئة من ديون متاحها السنة الفارط هذا تصريح عن توزارة المالية اثنين قادون المالية برغم يعني فيه وعليه لكن فيه يعني جانب إيجابي وفيه جانب اجتماعي المرة هذه حاجة جديدة شو هو جانب اجتماعي كون يعني هناك يعني في بعض فصول الدولة عليش ضغطت على المالية باش نجم تمنح يعني عدد قروض لبعض البيعيثين للمشاريع الصغرى دون يعني فواغذوها تنتظرهم يعني بعض السنوات هناك يعني ضغط على بعض المؤسسات الفندوقية في الفصل متاعه في 31-32 باعتبار المؤسسات تذية تاخذ يعني في المواد المدعمة على حساب الشعب التونس باش ترفع في الليل المقضات يعني في كل البيمومت على الليل المقضات ثم زادت جانب اخر مهم كون يعني قانون المالية ذية في ستة وسبعة فصول باش يخلص ديون متاع شركة اللحوم باعتبار شركة اللحوم يعني عندها برشة ديون هذي باش يعاون شركة اللحوم بشانها تعدل غضو الحي يعني استهلاك المواطن التونسي يعني بتولي هي تضغط على اسعار كيتخلص الهندية دونها تولي يعني وش عمالنا في ديون الحبوب وش عمالنا في ديون الزيت وش عمالنا في ديون التجارة هو اني قانون المالية ذي يعني بش يحاول يعدل بين هذي دواوين وانه يضغط باش انه سير يعني تعديل للسوق باعتبارك شفت انك مواطن الاستهلاكية هذية ولا الشعب التونس صحيح مش خالط عليها وحتى الدولة كي حاولت يعني تفرض اسعار معينة جي تشوف في الواقع تقع اسعار اخرى نرجع من قورة وديما الرقابة ناقصة في تونس وزارة تجارة ديما راهي عارزة على اجراء اللقابة بل اربعمائة ولا خمسمائة العام الرقابة باش انها تراقب هاللي سكتورة دوم الكل هذي اقوى من الدولة هذي مو هم هتعمل مرسوم الاحتكار شو اللي خلا مثلا هم زرعوا صحيح ويظهروا لك اقوى من الدولة باعتبار يعني هما روه يلوبي مربوط ببعض ولو روه روه ملوبي في تونس انت احتكار مربوط بلوبي اخر يعني مدعوه من جهات حتى من بره لترذيل الوضع في تونس ولا للضغط والي يعني خطر ثمة ناس مش عاجبها الحكم في تونس راهم. حش كون الناس اللي مش عاجبها? المعارضة ومحتكرين لانه كانت هي شو منظومة سابق ومنظومة متكاملة ومنظومة مدعومة حتى من دول اجنبية عند هاني استثمارات وعند هاني اطراح تاخدام في تونس مو نحكي جي رئيس جمهورية بفلسفة جديدة حب يعني كين المريض ويتو تونس شخصوها رايك كيك المريض بايش نحاول ونسعفوه نوسطوه للبر الامان بتجين بعد يعني ناس اخرى ولا ناس بش تكامل للروليف انها ترقى على الاقل في البلاد هذه هل تعتبر ان تونس اليوم بلا جستيون اللي قاعدة صايرة فيها ماشي فاثنية صحيحة? اكيد انا اذا كان نرجع ونقول لك كان ثمة مدام قاعدة تخلص في ديونو متاحة وقبلت يعني الدولة التونسية برئيس الحالي وبالمسار الحالي انها متمدت شدها للصدوق النقد الدولي وما خلدينيش يعني قروضات مش منزيدش نثقلوا كهل المواد وكهل الدولة نتسمع على اقل حق قطع على اقل جزء من الاهداف اللي ارسمهم المسار تقام سورشينجويني هذا هو عندك ثغرب عشرة مليار دينار في البنزانية هذي مي بش تجيب؟ في حقيقة الامر صحيح ثم ثغرات وثم نقاس لكن لو كان خلينا الامور زي تمشي كما كانت سابقا كانت تكون ثغرة والفجوة اكبر راي الدول كل في العالم تتعامل بالقروض راي اليابان وما ادراك في بالي هو ذا القرض شرق لابد منه لكن احنا تخذيه تونس قروض منه جهتا اغرى البنك الفريقي خذينا قروضات من البنك الفريقي للتوليد والتصدير نسبة فايدة خلينا وهو كذلك حتى لفيميزة بش كانت مش تعطيك لكن بشروط اخرى بش تحكم لك في طبقة سياسية بش تحكم لك في تعينات بش تفرض عنك رفع الدعم راي الاصلاحات لطلبتها لفيمي راي طلبتها لكن بش تاخذها في القرضي على على اجزاء انتي راك اذا كان حققت يعني شروط متاع صندوق نقدولي راك بش كملك جزء الثاني وجزء الثاني ما حققت شروط هذيك ولا عجزت لسبب الاسباب بش تاقف يعني انتي بش تتتتتوح لمعام تتتوح لمعاما تماما وفاصل طريق وقتال هنا بش تكون يعني النتاج وخيمة اكثر هذي له اشكال لراو متاع المعادلتين كيجيت كيلاهما امر من الاخر اشيكون رايك اذا غدوة تونس تمشي في اتفاق وتاخد القرض من صندوق النقل الدرد ايه اذا كان تقتضي المصلحة نحنا راوة طوال مشكلوين السيلوت في كانت تقتضي المصلحة بش ناخده قرض لو تكون اني هي اقتضا وما غير شروط راي تونس ما بش تاخد قرض ما يجيها شو مشكلة لكن احنا لاحظنا كونه تونس يعني ماخداش طول القرض ايه ما قديش من القروض محمود بن مبروكي انه اليوم ماذا عن خلق الثروة مثلا حسب رايك اليوم عليش الاقتصاد التونسي متعثر ومتعثر باشا هو متعثر الاقتصاد اول حاجة انك انتي بلي بديت اجراءات 25 جولي 2021 اتجاهنا نحو يعني رفض القرض صحيح لكن اتجاهنا زادة الي خلاص الديون كونك انتي الي تدخل وتخلص بيه في الديون سابقة الديون يعني محمولة عليك وماكش انتي سبب فيهم دجاه ما يخليكش تقدم ايه كفي دا توصل الدولة ما معقول بيه وكذا في اطار توصل الدولة هذا هو الخيار اخذته الدولة ايه كونها تخلص الديون متاحها بش نجم يعني تعمل على روحها وتقف على روحها بدون الالتجاء الى القروض وهذا هو المسار وين ماشي بالضبط ماشي الى ونحن بيدنا طالبناها رئيس الجمهورية قولنا مل القروض يزم اا نامل على روية نامل على روية ناملة وعندكي توة نحن المسار يعني بيش ان شاء الله في بش اياقة على تنسيق مع رئيس الحكومة يعني معنا قابة اللي ماشي اون البريقة عرئيس الحكومة بشي مشو تحلو مشكلة في صفات. نسقنا عملنا مكتب. تمشي وتحلو. وهو كذلك عندك اه اه ثم معتصمين اه ثم جي تسعة وثلاثين شخص معتصمين. فردايف. فردايف. مواصلة طن للزيارة انت عرئيس الجمهورية. مم. بشي مشي حزب المسار وعملنا مكتب اه جيوي للمسار يعني مقرر بتاعه غاليفية فردايف. واخذينا يعني من ابناء العائلات اذو ما يعني في المكتب الجيوي ومسيندين يعني الفكرة. قال لك انا نمشي معاك في هدنة بتاع عام. بدين بحزب المسار. تجينا الوجوه اذية. انا نمشي معاك في هدنة. اه تمشيولهم انتو موجوه حزب المسار يقبل هدنة. اي يجون من الحزاب الاخرين. ببرا يا سي مبروك فالتستاني. اقوموا بحفاية داو برا. احنا ناخد مو بالتنسيق مع الدولة. انا ناخدوا لوكي ما عنده ورئيس الحكومة. وقابلوه. وهذا شو في النقطة اذية باش في شهر ديسان براعنا. مانا فقط قاعدين تسانيو في الوتوريزاسيون تعصيد رئيس الحكومة. اكيد احنا موضوع موضوع حارق هناك ماني مشولوش يعني اه هذا اقرار اه بقرار شخصي من عند اه امين نعام الحزب محمود بن مبروك ولا مكتب السياس. اي. اذا قراري نجم برشة اطراف وبرشة عني جيهات. باش على الاقل يقع التنسيق ونحطوه في ايطاره. ما يقعش بدو الحي تأويل المشي متعنا. اي يعني في تأويل خاطئ يعني. مشيه رئيس الجمهورية. اي نحنا مواصلة للنموة. رئيس الجمهورية مشيه. طالبوا انك خدمنا ما نبعثش. ما يخدتكمش في موقف مو حرج في شل رئيس الجمهورية كي مشيه مشيه. احنا. احنا مش حكيت. هو مسار متواصل يعني اتخد ولولا عمالها رئيس الجمهورية. اتكملوا بعثكم. هو كذيري. معنى ذهابكم انتوما كحزب سياسي. اقرار بفشل الدولة في حل المشكل. وهذا يرجعنا الماضي قليم. عندما تدخلت اطراف من خارج الدولة لفضل مشكلة الكامور. وذهبت على اساس انها تمثل الدولة. وامضت مع اطراف لا صفة رسمية لهم. جماعة الكامور ما عندهم صفة رسمية. هذك عليش نحن يكسلوت في ايران احنا كي بش نمشو كحزب بش ننسكم على الجيهة الكل. اي بش تاخدوا بكل مولا بش تمضيوا حاجة. لا 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 بش يقع امضاهم مش يمضيوا مع الحزب ومش يمضيوا مع الدولة. احنا مشكونوا عبارة طرف. يعني انتم وسيت بين الدولة وين المؤسس. وسيت وسيت. الممثلين للحزب غاديكة المتساكنين. شو مطالبنا. شو نجموا قدموا البلوكاج اللي ساير. شكونوا مستنفع منه. شكونوا نربح منه. اللي ربحين هما. ولربح الدولة. ولم نجموا نخلقوا به يعني كي مش نقضوا بلوكيه. ما نش بش نخلقوا لامورد شغل. ولو بش يقع تشغيلهم بالطريقة ديك. كي مش نقاول نحن نحل وصلنا نحن ثم مفاوضات طب عام. تعهدنا عام. تعهدنا عام. دي جا عام. عشكوهم عشكوهم بالضبط. مع الناس دولة من معتسمين ومع اللي هم اللي عاملين البلوكاج. التسعة وتلذين واحد ها. هو كذلك. مو راهم عائلات ورهم ناس اخرى. خلينهم العائلات. هم التسعة وتلاثين واحد. مشيهم في ثلاثة جوان لاخير السيد الرئيس الجمهورية. والتقاهم. تقا. وصار حتى حوار بينه وبينهم. واقترح عليهم السيد الرئيس الجمهورية بشعمل شركات اهلية. قالوا له لا نحن نحن متمسكون بمقاربنا. قالوا بضع يحبوا يخدموا عساسة ويحبوا يخدموا. لا 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 تنسيون. تسعة تلاثين من حاملين شهادة تعليم العادي. لا 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 نحكي لك. قال لك احنا اما نخدمه اما نخدمه في المؤسسة الام ولا في احدى الشركات المتفرعة عنها نخدمه فيها. هذي مع رئيس الجمهورية. يعني مع رئيس الرئيس اللي عنده المفتحة الكل. يعني مش تمشوا انتم كوسيت ونعرفو احنا رئيس الجمهورية عنده موقف منها جميع الوسائط. جميع الوسائط عنده منها موقف. بالتالي انتم مش تتوصلوا. نقول يا احبة ذا واشخص انه تتوصلوا. ونعرفو احنا الازمة هذية راي من عام الفين وثمانية. الدولة في عاد بن عالية عاجزت الحكومات المتتالية اللي جات بعد الفين وحداش عاجزت الاتحاد اللي عام توسي للشغل وقت اللي كان في تدخل ولكن عاجزة رئيس الدولة. ما سمعوش كلامه. ما سمعوش وعوده. ويعا رئيس الدولة اذا يعد رويو في رئيس الدولة عنده كل شي. مش تمشيوا انتم. يا حبة ذا كانش عندكم زادة ايضا اتصال بالادارة العامة منتاع الشركة. احنا ساعة عمرو مكان رئيس الدولة يرفض الوساطة اذي كان فيها مسحة للبلاد. هذي اروا امر يعني مفروغ منه. ما قولوش رئيزون يفرغ الوساطات. اذي كان فيها مسحة زادة البلاد مش حلو ازمة في البلاد. ميجي رئيس الدولة يقول ليه اروا ما نرفض الوساطة. لا 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 بالعكس. عنا زاد فاعلين سياسيين في المشهد السياسي. ونحنا يعني نوعا ما تصدرين مشهد سياسي. يا حزب مسار قاعدين نخدمو ونخدمو ندوات ان حلو في المكاتب. وهذا هو. احنا اه عنجير اللي تويلة يعني مش عنا مش مش كان سياسي عنا مش عنا اش كان انتي خابات انا خامو فا. عنا مش هيكل اقتصدية ومش هيك اجتمعين ونظروا لهم زادة خادت كل جيها وخصوصيتها. اذا كان انتي ابناء الجيهة اللي هما دخلوا معاك للمسار. بيقول لك انا مستعد نجي معاك. ووراهم مش في تناقض وهو من المجمونا ناخدوه اذي تورحنا التأويلات كمش ناخدوها بلغة فشل الرئيس جمهورية ونجيح المسار. رئيس 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 المسارة ورئيس جمهورية. ما قلناش فشل رئيس جمهورية. قلناش فشل احنا قولوا مثلا. هم حتى اللي من الاولى ولا الخطوة الاولى ونحنا بشان كاملو معاك. كيما هي ديك هي استمرارية الدولة هو استمرارية العمل السياسي. خافوا خافوا لا تتخلق السوابق. يعني انتم اليوم مشيتوا حلتوا المشكلة. غدوا حزب اخر يمشي للقصرين يحل المشكلة ونبعض غدوا حزب اخر يمشي النقاب التعليم الثاني. او الحزب راكيش حل المشكلة. يعني فهمت كيفاش. سيلوت فيه. دونك وين الدولة? احنا الهناء نتراه السؤال على. المسارة ومشهد السياسي يعني موجود في البلاد يعني والدولة ازمها زادة تاخذ قراءة واختراحاته. لاننا نحن بعد. لاننا 1050 عزب لي لان في بنا وين هي. اعطيني قديش عندك مانخاردة وقدش سوء مانخيرات فى هزب نجيب لك اخديش مانخاردة ونجيبك بالمعطيته بالارقامة. هتاوها. لمش حافظ انا مش حافظين اخد كلهم يدخلوا الناس توتنخرتنا احنا معناش اعداد اكزاكت ايه بسير برشوه ايه معنا عنا 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 هيكلنا عنا مكاتبنا جاوية عنا مكاتب محلية قاعد ينمشتو يبدأ عنده هزب يبدأ يستنى كل منخرط يعملوا له حافلة علي شو يبدأ حافظ الرقم بركة علي نحنا رانا ماناش حزاب بتاع غانيمة باش عليش ماناش ميسرة نحنا باش نفترحوا بالعبير نحنا حزب سينوت في معقلية جديدة ومنطق جديد ما نخرجوش الموضوع من ايثاره يا سيلوتفي هذا كله ممتاز خدليك تقول لك كله كان عندي متين وخمسين تقول لي لحنا في الصدارة 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 على ورق كرامة زلوك يتحلت منهم بدلا قداش من حزب يجي 177 حزب لانهم مش قاعدين يعطوا في ديكلاراسيوهم تاحم المالية وليدارية ناس خدمت يعني جيت في فرضية موان فرضتهم حالك تلناها باش تعم بيهم زعمة تنوع وما فهمياش تنوع عليش انا سيلتك على هدد منخرطين باش نفرقوا بينكم و بينه الحزب الوهمية هذه خلق الحسولي فم الحزب الجديدة قاعدة تتخلق واحنا حواعة جماهيرية كبيرة سيلتفي مناش وهمين شاكسون تايعنا هما لي بيينوا وتواجدنا نحنا يقول تقول نحنا ماشيين اللي رضيه باش نعملوا اكسيون هادا ترا حجم تا الحزب الاكسيون مش فايدة في الالقام مي وقتش مش قابل رايس الحدو ناجم اقول لك انا عندي 300.000 مخارط طيح هاي شقاول لك يكونوا مخارطين لكن ما همش فعالين تقع عشر من الناس. مش فايدة فالعدد متع المخارطين مش فايدة. الفايدة. مهمة. ما تنجيوش يتاخن خراطات اذا كان ما عندك شي الترخيص. والحزب اصدار فالرايد الرسمي الجمهورية تومسي. اي. هذا هو. خراج فالرايد الرسمي. لا ما زي مخرج. هذا هو. نحن الناس عنا ما كيفاش تكون الحزب انت عن مسار. حزب ضع مسارة وانت عند مراحل. ده وقتين يكون في الحراك. خرجنا عمنا المشروع. لهيك اللي معنا لكل. بتاع المشروع اللي قاعدوا معنا في المشروع متاع خمسة وعشرين جويلية. هما دخلوا معنا في الحزب وقت اللي صب بني نهار سبعة اكتوبر يعني الفين وثلاثة. وعندك مؤسسون انتم. مؤسسين تلاثة. 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 وخلينا نفس المكاتبة معنا. قلنا نحنا هما قاعدين جماعاتهم المخارطين. رئيس ورئيس مكتب سياسي. هو كذلك. رئيس مكتب سياسي وكاتب عامواطن. اكت تركيبة. نحن لو سيت. اه. اكتوب. ديسمبر. طوفة الايجال القانونية بتاع ستين يوم. باعتبار جسارة المعاينة من المصالح المختصة. متاع وزارة الداخلية ومشيت يعني اه بالمواف. معناش مشكلة نستنى ومشي اللي برح تصنى بريس الحكومة. قالوا نرانا بش نستنى وفي اللجنة العقد وإلا راكم اللي مش نعطوكم قرار لو سيت تولى بالقبول الذمني كما عم تحزيب الاخرى مشينا تصدنا حتى بالبريد على المحظة المعاينة. خذلنا موفيد اللي هم وقعه بلاخهم بالوحد. هدا هو نحنا نعملوا راية دراس بتانا. وقتها بيدنا نحن الخراطات نفرقوه. لكن تعفضنا بولادنا. والناس انصارنا اللي معنا محتفظين بهم. ليه منهم. ويتبعوا في آآ. رغم العركة اللي صارت بيناتكم انتم كقيادات. قصفوا الاربعة يا رمتوا. انتم اربعة. لا ما فيش اربعة. من الاربعة. شكونا من الاربعة اتراف. موش موجود في تونس. ما عاش ما نحيروش يعني آآ نحيرو في اسامية بتعموتها نحن. طب انسان يععم سياسة ومتخلش تونس طب عندو وقت من خمس سنوات. طب ويضحك على الرجال ويضحك على الدولة ويضحك على اشخاص وناس طبع فيه. كونه يعني آآ عبدالرزاق خلولي يخرج على 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 الحزب. مش معنا بالحزب بعد قال لها ناخد نشط واحدة. رأيه خصه هو شخصي. لكن احنا بيه. خررنا نعمل حزب نتنظمه في تار الخانون. وليس هناك اي تار خيم الاحزائز. معنيين بالانتخابات القادمة. عربة وعشرين ديسمبر. اكيد اي اكيد. قدمتو ترشحات قد اشترشحت. عنا شكون حتى في الهيكل بتاعنا مترشح يعني في الجهات نحنا لانو هي مجالس محلية. هي مهم جدا انتك شكون بيش توصل بعض على مستوى وطن مش الوطن الاقل مولجيهات. اي بيسوصل بعض الجهوين بعض المجلس وطن الاقل مولجيهات. دونك حاضرين في اغلب المحليات. في بنسبة ثمانين بالمية. يعني عنا تقريبا سبع الاف فواش مترشح. عنتم عنتم ثمانية في المية من عم? مش ثمانية بالمية. اه? ثمانية. ثمانية. ثمانية ايه? ايه. الوليات اللي عنا فاهم. حاضرين. عنا فاهم ما كتم جيهوي. ايه. 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 الاخرين نزلوا كما تونس. عنا فاهم بعض مترشحين لكم مع الناس ما كتم جيهوي مزلنا. خلينا في الاخر. هذوكم عنا فاهم ناس مترشحين. بيه. وثم حاتش كون مستقلوا قال لك انا يا اخوية خاد كانوا فاهمي الانتخابات يحسيبوه كما الغرفة التشريعية. فاها تفرق وفاها منح القاوة. ما فيها شي. قال لك انا نجي ندخل نتبنني مزارة نجي معاك. عنيش خدتك راي. المشهد دي نجبي يتبدل. اتوما ما يتبدل. هذوما اللي ترشحوا في بالكم اللي عشرة منهم دي جاء ولاوا عظا مباشرة. ايه. اللي يترشحوا بصورة فردية. ما صارت العملية في المشهد نوية. ايه. معناها القاورو. هم تقول نوية. عندكم فيهم. هم مش نوية بذوما راه. ايه. معناها نحكي لك عظاة. هو في عمادة. يمثل. موغدو ينجم يولي. هو في المجلس. ينجم. عني مثلا عني منهم عندي في الكلامة الغربي عندي في الكلامة الغربي على سيدة امر عندي المترشح. وحي وحيدة ويخذفت ليكم. طبعا لما ولدنا ودي المسار. هو طلع ومش اطلع وحده لانه هو العمادة مترشح فيه وحده. ترشح فيه واحده. عندي في كارتاز وزوز ولا ثلاث ذاك مترشحين معا. فلحنا عنيش مترشوا لديك. جينا في الانتخبة التشريحية وحكينا معاكم قلتوا مرة عندكم تسعين ناية بتخلي البرلمات. مبعد سهلناكم مينو قلتوا انا ما تفرقوا. ماذابوش ماذابوش. اه. وانا ما تفرقوا بالرسمي. لانه هو ثمانيس قل لك انا انا اخذيت الكاسكيت واخد كونها حراك نحن. اخذيت لندخل معاكم لكن انا مستقلبش. يعني وقت اللي كانت العباد كارها الحزاب اكثر من التونسيونطانع اكثر من طول. لان العباد كارها الحزاب اللي حكمت في العشائي السوداء. كارها الحزاب الانتهازية. كان الحزاب اللي اعطات صورة قاتمة وفي وعطات فلمسي. معنى حطوكم انتم مع الحزاب هذي. لم حطوناش من وقتها نعبت رافضة فكرة الحزاب جملة واحدة. معنى هتوغدوا كي بش توالوا حزب رسمي تخرجوا فرائدة رسمي. اذوما في البرلمان يعلنوا على انتمان. بيانسيوني يطلعوا من الثمانية وسبعين. مش حتى بالجيات. لانه موما كي بش كونش يطلع للجيه ويطلع جيه ولي جيه اكثر اسوات. ويداولوا. هم بعد بش يجي القرعة على ثمانية وسبعين. وتي تعرف. والقرعة. تنجو تزلو كل اذك نجو بز اه ناس مستقلين ولا ناس فاح زيب اخرى. هذا هو نحنا وقتا اللي كل حادثنا حديث. بيه شنين اولوية حسب رايك اليوم في ظلة صعوبات اللي تمر بها البنات سمحون الظن بروك. دي ما انا نرجع نقول اولوية الاولوية اقتصادية راه. مربوط الاقتصاد بالاجتماعي. يعني هنا راه اه يلزم خلق يعني مناخ تاع استثمار يكون. مش معناه مناخ خلق مناخ استثمار? يعني هل تعتبر بانه المناخ الحالي الموجود لا يشجع على الاستثمار? هو التسليلات تاع الاستثمار هي لي تخلي مناخ تاع استثمار اكثر. انا حبينا حتى الناس اللي خارجة على المنظومة. اه كما اقولوا نحنا نسموهم كناترية. يدخلوا في المنظومة. كيفش تدخلهم مضوما دي تعمل? وحكاية وزيرة اه تيجارة اخر مرة باخدنا لذيك. اه سويت للتصريحات تاع المسار. يعني هي طالبة نحنا طلبنا مش زوز. هي بتاعها مزوز على الجزائر. نحنا واحدة على الجزائر واحدة على الحد مع ليبيا. تدخلهم لا بدلوكم الحركة الاقتصادية. وتخلق انتي منطقة اقتصادية حرة. جيك يعني فكرة المنطقة الحرة مني صار تحت ديك بنجردين رايبنا في نشطاة. يعني شليه ما تتطبقش في الواقع. هيا وقالت نار ثمانية ما رسل قادم. هذا شنو طالب بالمسار نحنا مده شنو. التفعيلة لمنطقة الحرة بنجردين. المعلومة اللي خرجت البارح صرح بها المدير جاوي للتجهيز. انه تم ايقاف المقاول يعني الاشغال في معبر الذهيبة. المعبر هذي بدت فيه الاشغال الفين وستاش. رصدت له ستاشم مليون دينار. على اساس يكون جاهز في الفين وثمانتاش. من الفين وثمانتاش لليوم عنا قد خمسة سنين. ممشيت وزرها زاهرة توروها ساحة حكوميات والناس كل تتحدث. البارح يطلع المندوق. يقول لك لا وقفناها التعامل مع المقاول الاخر. وبش نحملو. عبال دوفر جديد وبشروط جديدة. وبالتالي معناها على ذلك فقص. هكذا تدار الامور في البلاد هذي. نحن نحملو في المسؤولية بتبعية الحال للمنظومة الحالية لانه هذي ورثتها وتركها. لكن فما مشكلة كبير برشة. شفنا البارح سيدة وزيرة التجهيز تحدثت عن احالة عدد كبير من ملفات الفساد الى القضاء. اذا ميفهموا سيدة الوزارة اراو ملفات الفساد راو مش مشروع حكم. محالب الفساد راو ما صار. لكن الحكم يقترح يفترض اقتراح تصورات تنموية لخلق الثروب. جيد جدا انك تحارب الفساد. لكن زادة ما ننساوش اللي محالب الفساد ليست مشروع حكم. بمعنى انه اليوم ما نعرفوش احنا. اللي صار مثلا في معبر الذهيبة واللي ينتبق على عديد المشاريع اللي يشوفوا فيها تومة وقفة. هل انه تقصير من المقاولة ام زادة تقصير من الدولة اللي مش قاعدة تدفع في مستحقات المقاولين. نتحدث لهنية على احداش نلف مليار يحبوهم المقاولين من الدولة التونسية. والدولة التونسية في كل الميزانيات ما ترصدش. وبرشة توا مقاولين منهم مقاولة. تقريبا الاكبر في تونس اليوم يعيش في وضعية مالية ضنكة والضنكة جدا رغم انه يحب من الدولة عشرات لم يكن مئات المليارات. الدولة ما تخلصوش. وفي الواثناء البانكة تفكتر عليه الفوائد. والادارة الجباية تقول له اذيك مشكلتك مع الدولة ايجا خلص. وبالتالي وضعية مأساوية اليوم قاعدين يعيشوا فيها مزاودي خدمات الدولة. سواء كانوا مقاولين او غيرهم مزاوديين في الحليب في في المدود المدعومة. وضعية صعبة وصعبة جدا. وما شفناش تناول جدي في وضع قانون المالية ولا في الميزانية جديدة. سكترون. ولا لفتة للناس اذوما اللي اليوم قاعد فيهم شكون يفلس. شكون يدخل الحبس. وشكون ربما قاعد حتى يفكر بالانتحار. قاعدين تبعوا في حكاية النقص على مستوى بعض المواد الاستهلاكية في السوق. مثلا عندكم موقف منه على المستوى الاجتماعي القضايا الاجتماعية. سعار زيت الزيتون. لحني بل ما فماش. الصف اللي رجع على الخبز محمود بمبروك. كيفاش تخيموا هذا الكل؟ والله هي الازمة صحيح ازمة متواصلة. يعني ما الدولة تقول لك انا راني هني وفرت لكن اه المشكلة دي ما نرجع ونقول متاع المحتاكرين. تاع ناس اللي تخبي الانهار اخر. نعبد لي تاخذ يعني اكثر يعني من اه هذي هي مشكلة مسارك التوزيع. دونت له نارة والمسؤولية. ملجوش انا انا مش انا مش ندافع على الدولة. الدولة نعرف وديك تلك حدود الله وقتلك انا يا اخويا هني قاعد نوفر لك باللي نقدر. لكن زيتا تسمحني. فما يعني ناس اه ضربة تضرب في الدولة وتضرب في المسار عن طريق يعني الممارسات هذية. باش توقع ديما الازمات الميت واسلة بشي قوقع ديما. هاو من يخرج رئيس الجمهورية يقول نعرفهم بالاسم محمود بن مابلوك. كنا هو عرفهم بالاسم وثم رجال اعمال. هو كلها مربوطة برجال اعمال. ونحنا رايز مليفهم العبيد الفلسفين طعم ما صاري مش دار برجال اعمال. فاهمين بالغالط. واذاك عادي شو حل الباب متاع الصلح الجزائي. مهم. اللي الصلح الجزائي للاسف زادة لاخير يعني وقع ثم بلوكاج. اذاك عليش رئيس الجمهورية. من عطل الصلح الجزائي. اه لدارة لدارة شوية زادة القضاء. هم عطلو لصلح الجزائي. لدارة والقضاء. وهو كذلك. خير انت خرج شخص في الصلح الجزائي. اه. مبعد دي تخرج له من يشير ولا دي تخرج له وما توقف لوش القضايا متاعه. هو مش رئيس الجمهورية قلا ما عملو كيك. اني فيها انسان خرجت في الصلح الجزائي. يلزم كل شيء. يقف شو بش زيته تحويل المرسوم. شو لي قانون. وش يقع الحاقة. المؤسلين الحاقة بلس جمهورية. بشو لي صلاحية. ملحقة بلس. لا لا بشو لي صلاحية. لجنة قارة لجنة قارة. شو لي لجنة قارة معاش لجنة يعني كذب حتى المقار نتاحت يتغير. معاش غادي. لانه بشو لي اللجنة دي عندها صلاحية اكثر. مع السادة الوزراء ومع القضاء ومع اليدارة. بش اي شخص يعني عنده جدية. في مطلب صلح جزائي. لانه ذاك نجي وفر عدة موارد للدولة. انه يعني ياخدوا بلافاته بجدية وبسرعة. معاش الاجراءات بتاع نصب حتى رجال اعمال. رصمش يصب لك. المطلب ياخد يتشارج. قولك انا نستعنا في صلح جزائي. مم. ومبعد يدزها اختبارات ويدزها اجراءات. وخلي تتويل. وهنا استنه في فان وعشرين. وخلي نستعنا في درجة نوة. خلتو فالنظومة ذاية. ثم بعض نعود نرجع. لكن هذي كله زادة ما هو تولي رجال اعمال عندما زادة جانب. تمويه. تمويه. هدا هو الرئيس جمهورية عليه شراو. قاموا انتفض على ما يسمى مؤسسه الحجزية. وقام شرده قانون. انه معاش عنده الحق. شرد المراسين باعتباره. مم. موجودة. اثنين. باشي ينقح. باش. والي خاطر اللي هدا جي قولك ليه والله انا عندي مليارات امران في الحيوت. راني بني بهم. راني ما فمزو. يعني الامتيازات اللي اخذوهم سنوات. مم. من عند الدولة. واي القروضات. شونا مورو المبروك. شخذيه وغيره وغيره وغيره. شخذيه من الدولة التونسية. وما رجعوش. لو اولا كيجي تكلام ويقولك انا عندي ازمة. راني استيقى مش خالص وسونادي مش خالص. وتون خرج لك الخدامة اخوية كان جدي. يتزيد تعطيني. قردين خرج الخدامة. يعني ولاد ثم ديما الموضوع يعني من زاوية واحدة. راوري الجمهورية ينظر الموضوع من عدة زاوية. هل تعتبروا هذا فشل لجنة صلح الجزائي? هو لجنة صلح الجزائي راو تحب ولا تكره. زمها لجنة تكون اه اقوى من لجنة السابقة. بعتبار شوفنا حتى مرة واحدة خزت ترجمة قطبش ندخلوا تاتذين هم رقوا من جبته. وبعد يعني وقاعة تنحيتها يعني هو ازم نحطه ساقينا على الواقع. يزم سرعة في الانجاز. وآآ دراس لفات هذيه يعني آآ ملف بملف حالة بحالة. وفي اجيل تكون مضبوطة. تميش هذي حل تحط مطلب وقع تستنى عشر سنين. انتي بش تحط مطلب يوم يزم لآآ الصلح الجزائي تبت في مطلب دي عندها عشرة او لخمسة نوم ولا ثلاثة ايام. تجيوب المعني بالامر قديش بش يحط تسبقة بش تيحلو القضايا متاعو. تيحلو الدونو بتاعو. الاقباض عم عاش تدخل. مش هو يصبح مطلب وزح جديد. اقباض تنقزهم وغاد تقول مهم نيش انا في صلح اذي. انا عطيني ديوني اخي امور ما تعنينيش. هذي او طوشت اللي صايرة. كل ادارة. الهنا ازم اللزنة دي اتجمع الادارة اذوم. عن طريق شو تعليمات ولا مان اشي تتابط من الوزراء. المعني بال بالقضايا اذوم. انو يش كون مربوط ثلاثة ربع وزارات. اللي يحكي لكل. المالية والعدل. وليس لهم لك الدولة. هذي هو. علش نقود ونحن توم بلوكاج. هم لك مسادرة باعت يعني بيختف. في ايطار يعني صفقات يعني اه تحت الحيط. اه ما دخلت الدولة منهم حد شي. تحرموا ماليهم منهم. واللي يخذيهم يعني هو المستفيد. وناس اخذيت يعني الكوميسيون بتاعها. والدولة اللي يعني اه ظاهريا هي اللي عقلت ولا ما اخذيت حد شي. انت ولا لعنا منقولات للي صددوا. انو كميين وتراكسويت واحد صددت. ما استنفع منهم. لا استنفعت منهم البلديات. ولا عادة طويت بيها كان فيها. هذا هو رو المشكل رو اللي هنا يا رو. يعني كي تقول لي انتي بني انت تلفظ. هي منتلف التقاءة خار برا. منتلف التقاءة الفساد في الوزارات. هو رو كانت منظومة. منظومة ما هو الفساد يمشي مع بعضهم. فما تقسير من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة محمود بن مبروز. انا نقول لك ديما التقسير موجود. حتى كامش من الوزارة من الناس اللي معاهم في الوزارات. لانا الوزارات جاء وطورهم. مش مش تحملهم مسؤولية كبيرة. ما ديتم. عمين عندهم. الا عمين. صدقني يا اختي الكريمة وزير يشرف على وزارة. مودة عمين. نجي بشي في الوزارة لتعالوزارة الكل. طب وزارات سيادية. توقع عشرة سنين مش تفهمهم. ما انا مش نحكي رو من نزه في الوزارة. كانوا عطل وزير يقعد عشرة سنين بشي في الوزارة. انا نحكي لك يعني الفاساد يا سيدوت في. كانوا الحكومة. موجود. موجود في بعض المفاعلين. مبروش زاد الفشل في اختيار رجالات الدولة. انو ديما الغلطة فيهم هما. فقول شكنا. سامحني. والعكس انا موقودش الوزارة. يطلع وزير الخارجية. بتاع المنظومة هذي. يقول راي اللي قبل ايانا ثلاثة سنين عاد فاساد في الوزارة. ايه ثلاثة سنين ما فوقناش بيها. نحكي على وزارة سنين. خارجية. نحكي على وزارة خارجية. ناهي كأنوا بقية الوزارة فيهم برشة اللي هما ولاد الوزارة. هما كانوا موظفين سامين. اه? من وزيرة المالية وزيرة التجارة غيرها. وبالتالي يعرفوا الوزارة. ما يستحقوش سنوات اللي تحكي عليها انتي. مفروض اضوما. ايه. ايه. خلينا ما تدو خلاق. مش كلهم ولاد الوزارة. حكومة هذي من اقدم الحكومات تتسمر. ايه. مش في استمرارية. ايه الاستمرار مفروض نشوفه. باش الباراة مش نتطبق. لكن انا شخدك سينا تخدك راو ثم ناس في الوزارات هي اللي قاعدت يعني سبب في الفساد وسبب في تعطيل المسارات. ايه معناها توا في العامين الولا عديناها رأي العشرية السوداء هي السبب. توا جينا العام ذايا الفين وثلاثة وعشرين ولا رأي لدارة هي السبب. توا باش نمشو لتطهير الوزارة. ومبعد شنا طلعوا معناها عشرية تهديم. ما تفقين التهديم. ما كشتبناها في عامين. مانيش قاعدين شوفه في بني. هيدا شنو المشكل. هيدا التطهير ثم البناء. معناها نطايحوا الدار. تبقى لعبات ساكنة البر. لا معلش يخدونا. احنا قلنا تطهير. ما قلناش معناها تطهير. هريد كيفاش تأول هيقليمين. خاتم توقع دين التطهير هو اكثر من هيد. لا لا ما هو التطهير ماشي مع البناء. هيداك هو راحنا يطالبين وراء المساري. انتي قاعدت شوفه. وراه عطيني مشروع اليوم الكبير تشتغل عليه تونس مثلا. برشا ولا تشتغل مشاريع برشا انا مانيش وزير تجهيز بش نعطيك المشاريع. مدين الطبيب القروان مثلا. مستشفى الملك سلمان في قروان. تحبت عليه السيدة الرئيس الجمهورية مثلا. انا احنا احنا مانيش طوارانا قاعدين مبرو في اللي ساير طو في تونس. رانا احكتر نيسا قدنا المنظومة الحالية هو المسار تاخمسة جوهي دي. يعني احنا مانيش رانا متبلين. لكن زادا اللي كانوا يحكم واللي طو يفرض علينا في آراء البديلة هرانوا ما مش ناجحين. هم عانوين بتاع فشل. اعطيني انتي تصورك. انتي نحنا قوة تقتراح المسار. حزب مسار تقتراح. اعطيني تصورك. احنا نقتراح اوه. احنا نطروع على الدولة على الجمهورية. طبا معطيات. تفوتني انا تفوتك انتي. الدولة مزالت قاعدة يعني تستغيث بش تاخف على سخها. ولكن نشوف محمود بن مبروك احنا منش نشكه في نية الرئيس وإلا في مش حتى نيته. معناها في رغبته في الاصلاح. لكن يمكن اللي قلق اكثر حكيت له شوي في. الرئيس مشاني اللي مع المنزه ملستهدت على المنزه ولا لا? مشاني. وسل قال انا عندي من التقارير ما يفيد بانه استعمل لحديد غالط ولا لا? ما يهدد بكارثة ولا لا? شو صار في المنزه? مشاني البارك متاع ببسعدون ولا لا? وشي في الكيران والفساد اللي ينخر فيها وكل شي. عاياتش المنغده لو وزيرة النقل وقلوة تيني. ايه وزير ناكل عايات له بالوقت. وحكي معاه بالوقت مش هدي. لو مش رئيس جمهورية بشي اعمل السوي في. الوزارات كم من السوي في. يا رسألتك انا تو على اداة حكومة السايد الحمال حشاني. قوت لك بالنسبة للوزارات. قاعدين يعمل في السوي في. رئيس الحكومة صراحة ان اليوم انتم مفرحانين باداءه? والله هو رئيس حكومة اراه واا استفهم حاجة. اه اه رئيس حكومة هو رأي يعني المهمة بتاعه هي المهمة التنسيق بين الوزارات. مش هو يعني بش اه يعني اقتراح مشاريع على الوزارة. لكن العمل الفعلي يقوم به استاد الوزارة. هذا هو. والوزارة مطالبين. انتم ما تحبوا تحلوا مشكلة في السوات قفصة? هاي وزارة الصناعة بلاش وزير. معاشكمش نيجو سيو. نيجو نيجو سيو عن مكلف تسيير. شو مشكة. تحدث عن سياسات تون تكتلين وزارة. الدولة في استمرارية موظفين. ما اللي في حالة دون وانو تكون فلو وزيرة وزيرة على رسا. نحنا طالبنا بتحويل وزيري. وطالبنا بسد الشغورات. في الوزارات. وفي الوليات. وفي سفارات. وهذا مطلب المسار. يعني عليش الهنيرين دي ما نرجع ونقول لك الهو المسار بيدو ينقض. ينقض نفسه وينقض البنظومة الحالية. ويقول ان احنا نحبوه تكون ما يخير. ولما لا? سد هذه الشغورات في ايطار يعني تحويل وزيري يعني مرتقب. سي محمود. اكيد تبعتوا انتم في المسار مدولات بتاع مجلس النواب حول المشاريع ميزانية الدولة السنة القادمة. وكيدا عندكم فكرة على ميزانيات بعض الوزارات. هنا نعطيك مثال مثلا. وزارة شهون الخارجية. اللي هي عندها واحد وستين سفارة لبرة. وعندها اربع وعشرين مبيون قنصلية عامة. وقنصلية موجودين في الخارج. وهي ايضا عندها مساهمات للدولة التونسية في عديد المنظمات. الميزانية بتاعها اربعمائة وثمانية وستين مليار. يعني تقريبا حسبناها بالدولار جي مية وخمساشن بليون دولار فقط. هل تراوى ان احنا نبحثوا على تبلوماسية ناجزة ناجعة وفعالة بهكذا ميزانية نجم ونتوصلوا. اثنين خانديفك مرة واحدة باش نجم تجاوب. انو شفنا زيدا وزارات عندها ميزانية تضحك. وزارات هذه كانت تنجم في السابق كانت مجرد ادارات عامة ملحقة لدا وزارات اخرى. نعطيك ماذا انو وزارة تملك الدولة شوان العقارية. ميزانية بتاعها تسعة وثمانين مليار. ساكنة في اعز بلاسة في العاصمة في دار التجمع لفاة خمساشن طابق. انا قبل لك غلط قلت خمسة وعشرين طابق. حيوسي محمود المهيري. انا قلت لو بثبت خمسة عشرين قالي خمسة وعشرين. لا انا جي كنفوندي مع النزل اللي مقابل موجود في شارع بورجيبن حيوسي محمود المهيري اللي بعتلي. ما عادتها مساج قال لي رايخ خمساش ومن المتابعة. هذية فاها كانت ادارة عامة. موجودة غديقة. وزارة السياحة كنا عليها البارح. كانت ملحقة قبل بوزارة النقل. وزارة اخرى موجودة وساكنة تشوف الهنا في الحومة الهنا عندك ثلاثة مقرات متاع وزارات من اخلة ما في فما ومن ارقة ما في فما. انتم فكرتوش يكونو. لو ترندو فيدو لتا هذي نجموا يخفضوا منو. مثلا حذف وزارات وإلحاقها بوزارة اخرى. تجميع عدد من الوزارات. اخطاب وزارية. شو صحيح اه باعتبار نحنا طوى صحيح الميزانية كونها تقول لي ما تفيش بالغراض في بعض الوزارات انا معاك فيه. واذا تحكم فيه بتبيعها الميزانية العامة تعالدولة. اثنين. نحن بعض وزارات اللي حكينا فيه المسار. هون جي مثلا وزارة اا اا اقتصاد والتخطيط. ازارك? الاقتصاد التخطيط ليب ليش هو زيدك? كان شدت سامير سعيد. سامير سعيد. اه مطاوض شدتها وزارة المالية بالنيابة. هذا نحن نقول عليش الوزارة دي ما يقعش ادماجها جانب يمشي للخارجية جانب يمشي لوزارة المالية وجانب يمشي رئيس الحكومة. خف العبء. يعني يقع ادماجها ذو التحويل نحن الوزارة نحبوه المرتقب. يعني يقع تخفيض في عدد الوزارة عبر دمج وزارات في بعضها اللي تتقارب يعني فيه. اول حاجة مش تسهل العمل الايداري. والمشاريع المرتقبة. وينقص يعني الضغط والميزانية تولي محترمة للوزارات اه في ذلك الملحين. هذا هو يعني ما 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 مقتلحك يعني بالعكس ونحن نتفقوا فيه المقتلحة دي. بش قدش يعني هتا شتت تعكثرت الوزارات وقلت يعني المردودية والموارد ده المالية اللي توفرهم من الدولة من خلال الميزانية. نجم تخلق حتى كيمة الجيشية هناك. ثم وزارات مداخلة مع بعضها. تحط انت في بنية واحدة. بنقص بيروقراتية. بنقص كاربيرون. بنقص مجهود. بنقص وقت ضايع. نعرف واعنا موظف يخرج بش يمشي ياقذي خافي في وزارة الاقتصاد. يزمج لناهم بعض يطلع لقصبهم بعضي وتعرف ايش معناها سركولاسي. ده نكتاج مية عدد من وزارات خاصة اللي عندها صلاحيات متقاربة. نجمو نخلقو يا سيدي. ديبول على مستوى ليسياج. على مستوى المقارات. ندمجوش الوزارات كيما نديه وبرشا. اما نحطوهم مسيدي فرد معناها ربع وزارات في محمد الخامس دارة تجمع. ربع وزارات في البقعة الانية. نحلو مشكلة كبيرة برشا معناها على المستوى البيروقراتية هذي. اللي قعدنا نعانيه منه هي رأي البيروقراتية. وصلوا اخوية القتيرة هاته ذوما للسيد الرئيس والسيد الرئيس الحكومة. ومعناه وبلغوهم. حتى البيروقراتية سيلوت فيه نحبو ان نقضيو عليها. حتى الوثيق. طوات من شي لا ثم مش ازمة. طعا شفنا مبادرة. حتى جائحة الكورونا كيفاش ضربت العنب باقي. ما تعذوش منها بباقي. يعني يخدموا باللاوراق رأوا مشكلة كبيرة. يعني الرقم نذيرا اصفحت امر ضروري. هو البيروقراتية يزيد هذي تلقاها الترخيص والرخص ويزمها كلها يعني تنقص بتاريخها كبيرة باش كاكت نجم العجلة الاقتصادية الدور. يزينا يعني من رخص ولجنة ورى اللجنة واللي جينا ذوما اللي يطولوا. واللي هما احقاقها الحق يعني يعني يعطيك بالقانون. يقول الجحك ما يقول لك يعطيك يعطيك بالقانون. احنا اتمنين رأوا هذي الاصلاحات اللي طالبنا بها رأوا. رأي موجودة في قانون المالي. مفروضة رأي كنتوما اللي قراب للمنظومة هذي. ومتبنين تواجهاتها كي جيوا للبلاتوات. جيوا تقولوا هاو وش عملنا. او موش هاو ماذا نتمنى. نحنا نتمنى. انتوما جيبوا الحلول. رئيس دولة يا طلع قدم يقول هاو وش عملنا. شوية عاد. يا صديق خلنا نتحدث معك كلمتين مسالش. لانو لتاهم ما فهمناش يكون يحكم في البلاد. المنظومة التي تحكم تتمنى ورافضة وتندد. واللي ما همش موافقين رافضين وينددون ويتمنوا. يشكوني ماشي فاها البلاد دي. اللي في الحكم وعنده اكثر من عامين عنده كل السلطات بما فاها سلطة المراسين السحرية والمجلس اللي يشرع القوانين. مفروض وقت اليوم نطلع يقول هاي الحلول اللي لقيتها للنقل للصحة للتعقيدات الادارية للمسار انتقال الرقمي وغيره. مو موش نبقى وطلع قريبا نكمل وربع سنين. انا ما زلنا نتسائل ونتسائل ونندد ونستنكر معناها. وصراحة اللي تومزنا في طور التشخيص من طاع المرض. ولا واحد طلع قال. هاو سيدي الدولي نقترحه باش نحلو المشكلة دي. سيدوت في حزب. حزب مسار خمسة وشو جديد هو قوت اقتراح. نحنا اللي تحكي فيه كل قمنا باقتراح. يبقى مسألة التنفيذ ومسألة يعني الاقتراح الجديع وعرضه عن نفس الويب هي مهمة السيدة الوزراء باعتبارهم يتابعوا في المسار ومسار اقرب منهم للشعب. اقرب منهم. ما تكونوا في الحكمة. نحنا سياسي ما يتمعش الحكم شنو جدوى. نحنا 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 مرفضناش كونه يكونوا في الحكم. نحنا في محل تأسيس. نكملوا في اجراءات القانونية كما حكينا ام بكري. لانا كما بعد رانا. عشو نكونوا يعني موجودين في المشهد السياسي. ونحنا اقرب يعني حتى من برشة جهات للشعب. لان نحنا يوميا مع الشعب وابنائنا ومخارطين ابناء الشعب. اذا يعني ونحنا نحبو نكونوا قوة اقتراح. ما نحبوش نهزو كان المشاكل الريجمهورية. نحبو نهزو مش كله هو الحل. هذا هو. عليكم مناسب في الدولة تقبلوا. بش يكونوا نقبلوا بش نحط ولادنا لملايا. لانه هما يعني اه ابناء هذا الشعب هو من حقهم بش انو يكونوا. يعني انسان محقه بش يخدم بلاده. لملايا كان غضوة الحية. بش نقترحوا من بعض يعني الفاعلين يعني. الولاد ولا نفترحوش. بش نقترح ولادنا نحنا. اذا كان في صورة فما تحوير حكومة. احنا بش نحكم مع سيد رئيس الحكومة في هو اللقاء. محدلكم الموعد سن. مزلنا محدداش موعد. لا يفترض انو تكونوا عندكم قائمة. مثلا المقترحات فيدي اذا كان في التشكيلة الحكومية. في الولاد. في رؤوسي المدير العامي في المعتمدين. حتى في العمد. نجم تزو قائمة. ودخلو له هاو عنا شكل نجم يكون مزير كذا. هذا كل يجي وقت وشالة بشيكون يعني من بينا يعني. خاصة انو انا فما سبع ولاية فارغة او. في بيلي سبع ولاية ثم بعض الوزارات ما غير وزير ثم حتى في السلك ديبلوماسي هناك يعني سفرات وبعض القناس الفرغي في بيلي روسي المدير العاميين بعض معنيين انتوما بالباست هدوما. اكيد اكيد اكيد. طرع نفسك معني باحدة الوزارات. والله انا مبدئين انا مش نقعد اه شهاد الحزب. كامين عام حزب مسار خمسة وشفين يمكن يكونوا عبدل معا. اولاد الحزب تنفذ. اي ما لاهي ولا والسياسة متاع الحزب تنفذ حتى على طريقة ابناء. انا مش بنجم نخرجوش كل ما الحزب ونفرغوه. اي. لازم يشون يقعد فينا في الحزب. اذا كان بعد شاء يعني ولي شاءنا داخلي هب المكتب السياسي موش بش ما لايش بش نختلفوا فيه الموضوع داك. اولا مش يكون واحد منا في تركيبة الحكومية جديدة ولا في الولاة ولا ولا من ابنائنا في الجيات يكونوا في المعتمدين ولا في اذا يعني مش بش ما لايش بش نختلفوا فيه. اجتماع مكتب سياسي وتحل المشكلة. مايش حاجة بش تخلق برشا. ويجراء يعني عادي جدا مش يسير شنو ملاف اللي تعدد تدعاه لو رئيس الجمهورية بش انو يكون على الطاولة وفي اسرع وقت. والله هي الملفات برش. اي الاول انا 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 نحب ديما اندزل ثلاثة ملفات. ليهم. الصحة والتعليم والنقل. اي. موفر لي انا الملفات هذو ما تلاثة ملفات حارقة بالنسبة للمواطن تونسي. اننا احنا ابناء هذا الشعب وخرجنا مرانا من طبقة الكادحة متاع الشعب. ما انا خرجناش من طبقة الورستقراطية. اذا اليوم انت كتوفر للمواطن تونسي. هل ثلاثة مشاكلة ذو ما. نقلوا الصحة وتعليم. دي جاء ضمنت انتك استقراري وضمنت ثقة المواطن في المنظومة ديها. ومستقبل المنظومة ديها. وخليت يعني ينجم يعيش مرتاح. ومعاش يخاف على مستقبل الابنين. سبق سبق السيف والعادل. انت توقي تشوف قانون المالية والميزانية. ما تبقاش حتى جديد بالنسبة ميزانية وزارة الصحة ولا التربية ولا النقل. بل بالعكس ماشي التالي. معناها اليوم زادت الكل ماشي لوزارة الداخلية وزارة اخرى معناها ورياس الجمهورية. انا سيدوت في نقترح انا قلتك نقترح حلول. ما عاشي مني في ان الميزانية. بيش نعملها بالدعال حلول. انت توريني انت لايه بالمرفق هذا ولا مكش لايه بايدا لايه بيش ترسد المرفق نجم تسلح ومش كان بالفلوس. لا لا بالفلوس. بش سلح ايه. معناها ثم ميزانية مرسودة. ما بتولي اولوية الميزانية المرسودة لوزارة الصحة. تمشي للجانب اه بتاع الصحة العمومية. توفرض على الناس عند كلينيكات بشان هيبيدها. تساهم. لانه هي استنفعت بالرخصة ديك. وهي كانت سبب في خراب هذي المنظومة. كيف نفس الشي في التعليم الخاص. نفس جاي في النقل الخاص. لانه المنظومة سابقش عملت. ضربة المنظومة العمومية اللي فائدت يعني اصحابها خاص. صح وتعليمه صح. هوا التعليم هوا التعليم المثلا اليوم فهم استشارة ما كانش لقبال عليها في المستوى المطلوب استشارة حتى التربية. ساهمتوا فاهمتوا من دعوتوا للمشاركة فيها. بتباعد هنا نحنا وساهمنا فاهمة لكن للاسف ديما انت هنا هنا نعتمد وعي المواطر. هنا رو ثم زاد المواطر ما يجبوش يكون يعني يروا فاعل وشريك فاعل واساسي يعني يصير كل والدولة كل منظومة بنيها لخدمة المواطن. المواطن تقاه. يعني عنده عزوف على المشاركة في السيشارة. عزوف وضو الحي في انتخابات. عزوف في اي موضوع. يعني وهو اللي بشي اعتراي وهو اللي بشي يكون يعني يعمل قوة ضغط. يعني اقوة قوة ضغط هي قوة الشارع قوة شعب. كان شعب والمواطن يبدأ موخر التالي. اذا هنا يروا حتى المشاكل ساعات ما توصلش. هيك عليش لو ناحنا ديما نقول لك لانا احنا اقرب ونوصلوا ونبلغوا في المشاكل يعني اليومية والمشاكل اللي تقرق. يعني المواطن التونسي. انه الانتخابات مش تشهد اقبال جماهيري كبير. يعني ورد طوك حكيتنا على الحزب متاعك رغم انه ما زالوا قانونيا ما تكونش. او ما اصدرش الامر بالراية الرسمي. الا انه الاقبال عليه بالالاف. واللي هما بطبيعة الحال بش نلقاهم موجودين في الاقبال على انتخابات. يعني بش تورروا الانتخابات هذية بش تكون اختبار لكم. على قدرتكم على الحجد معناه. نحنا ساعة عنا بش نفوك ع حزب سياسي بش يخدم خدمته يعني من ديسمبر بش يعمل تورني على كم يعني على كم الولايات. اللي عنا فاهم اكاتب جاوية. ماش نعب معتمدية. الاثنينة بش نحسوا ان انا ما كاتبنا جاوية هي اللي تقوم بحملات الانتخابية اللي المرشحين في العمادات في اللي بش نشارك. يعني مساعر خمسط جي بش يكون موجود. الباقي. اه المستقلين وغيره. يعني لانه بش وال يعني خدمة تب الناس المترشحين باعتباره مستقل. هو شعبيتو. هو المسادي. بش يربال الانتخابات البرمانية. مثلا تكونت نوع من الجبهة ولات الافتاع خمسة وعشرين جويلة هذوكم. لينتصر الشعب. اشتغلوا على معناها حجد للانصار الانتخابات. ثم تقريبا تحلت الجبهة ديك. اليوم ما فهماش فكرة جبهة لي سناد على اقل العملية الانتخابية دي. اللي هي جوهر المشروع السياسي. هو. 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 كلمك صحيح باعتبار احنا الجبهة ما تنجبش تظهر من الاتخابات الولانية المحلية. ان هذية انتخابات ضيقة في عمادات. الجبهة تظهر من بعد يعني في. يعني في الى ان خلال بعد ما عادش مباشرة الاتخابات ما تستحق. ما تستحق مزاج جهوي. ما تقول لي منه فيه معناها منه فيه لكن اه نحنا طوبة بدائيا ما نازال ما معنيش اتصال ما حتى جهة لكن نجم اه من هنا الاربع وعشرين ما زالت الاربع وعشرين يوم. تنجم تصير يعني مبادرة من جهة من الانتصار الشعب من نحن من عنصار يعني التنسيقيات ولما لا تصير يعني مبادرة باش انه يعني تظهر الانتخابات هذي يعني في الحجم يعني متوقع من الشارع تونسي ومن الملاحظين الدوليين استقمال يعني المسار الانتخاب واستقمال الغرفة التشريعية الثانية. ما كومش مع الاقتراحات لقاعدات تعالى بتأجيل الانتخابات هذي نظرا للأوضاع في غزة واللي هي حتى تصحبت على اهتمام رأي العام. والله نحن مع كامل وقت على المسندتنا المطق. ولا مشروطة للشعب الفلسطيني. يا انتخابات يعني تشرف عليه هيت الانتخابات. وهيت الانتخابات رأت كانوا التاريخ هذيك يعني ما يزموش يتبادل. اذا طوى وناس قدمت ترشوحات و وناس خذيت يعني لو كيف ترشوحات لما تسكيت نتصور الامور صعيبة بشانك جيت نتقول ليه ولا ينوخر الانتخابات. فرحنا السابق. ما نجموش ما نجموش. ما نجموش. ما نجموش سبقا. شكرا جزيلا.